السلام عليكم أخباركم ويوم نورين دايما معي بس عبيكم في كل وقت وفي كل هوان يا مرحب يا مرحب ويأهلك ببيني شارك الزمانك بيفوز على فيوتشر وهذا هو كعب العالي بتاع الزمانك على فيوتشر إذنك لا يخسر من فيوتشر واللحظة دي لازم نكون معترفين بأمر إن هذه المباراة هي بالنسبة لي ويجب أنت تكون بالنسبة لكم كمحبي لنادي الزمانك وجمهور يعني ليه إنها هي بداية الدور الحقيقي يعني اللي فات صحيح المشهد مؤسف إن قبل المباراة دي إذنك كان الحداشر النهاردة بقى الخامس ممكن بوك بتعادل بس سادس أو حاجة في حالة لو الفرقة بشعف مين فازت والحاجات دي لكن المهم النهاردة إنك انت بتلعب مباراة مع فريق فاتح الملعب فاتح مش مدايق المسافات عاوز يفوز فأنت بتقدر تفوز عليه وبسهولة صحيح في الشوط الأول وفي أول دقيقة كان ممكن أمور تتوتر وتاخدنا في اتجاه مش حال ولكن هنا هيجي كفكرة الكعب العالي والمناسبة في كرة القدم هناك كعب عالي في استثناءات بتحصل لكن دايما كعب العالي موجود تمام؟ بالضبط زي كده بيرامدز والأهلي بيرامدز من أول مكان الأسيوطي يعني بيرامدز هو كعب عالي على أهلي زي ما زمالك كعب عالي على بيرامدز وكعب عالي على النادي فيوتشر أو مودرن فيوتشر الملفت إنه في المنشاط اللي أبني كده فيوتشر كان بيجيب جواد كان يتقدم زيك يعود ويفوز المرة دي بعد تحوله إلى مودرن فيوتشر راح مرجعش ما تقدمش لكن الزمالك قدر يفوز ويخلص المباراة الحمد لله هنا لازم نعترف ونعتمد أن الكابتن معتمد جمال رجل مدير فني كلاسيكي هذا ما كنت أقوله وأطالب به أن نادي الزمالكي بعده مدير فني كلاسيكي يعني إيه كلاسيكي يعني لا مغامرة ولا في أفكار مشطة زي بتاعة أسيريو وكل واحد يلعب في مكانه طيب لو فيه إزاي الظرف النعب شافي ما يداش نعب كل المنشاط وراء بعد ييجي عمر جابر يؤدي بدور والحقيقة عمر جابر وحمزة المسلوسي ومعظم لعبت الزمالك والنهاردة زيزو كان أفضل من المطش اللي فات كمان بتاع أبو سليم الحقيقة أنه عمر جابر بيثبت قد إيه أنه ممكن الضغوط الجمهرية تحولك وتخليك أفضل لو أنت عاوز وتسعى لهذا وتكتحك بداية الموسم كان عمر جابر والجمهور كان شيء صعب جدا ومحزن جدا نفس الشيء قبل كده حمزة المسلوسي السلادي حمزة المسلوسي حبيب الجماهير اللي بيروح يلعق ويروح يجل وراهم ويتصور معهم في أبو سليم والنهاردة بيعمل أداء رائع وممتاز ويبقى جزء من صمام الأمان اللي موجود للوقت في دفاع الزمالك اللي النهاردة لأول مرة منذ بداية هذا الموسم ماعتمد جمال يفعل ما لم يفعله أحد إنه زيك ما تخدش في جوان باللعيبة دي بمحمد عبدالغاني اللي كنتوا بتهاجموه بحمزة المسلوسي بمحمد طارق بعد شوية بعمر جابر ومحمد عبدالشافي وبخط وسط روقة والسيسي ودونجة هم دون نفس اللعيبة إيه اللي حصل هنا فكرة وجود المدير الفني المريح المدير الفني اللي يريحك يريح الجمهور إنه نلعب على المضمون ونلعب بهدوء ونكسب وخلاص لا في فزلكة ولا في أفكار شطة ومش وقتها أساساً لأن الفريم مهتز التعاوز توقفه على رجل إيه وتمشي بيه فالنهاردة معتم الجمال أكد الكعب إنه دي الزمالك على فيوتشر وإن شاء الله مطش صوار يوم الحد الزمالك هيفوس وبعدين مطش الاتحاد أو مطش المصري والاتحاد إن شاء الله زمالك هيفوس فيه بوجود معتم الجمال وأنا قلت أكتر من مرة معتم الجمال مستمر وقد يستمر لنهاية الموسم وإذا استطاع أن يفعلها لو حصلت تدعيمات ليه لأنه في الكلام عن فاقي القد شغال كويس وممكن يحصل تدعيم بوجود مدير فني بأسف بوجوده هو كمدير فني مش جاي مدير فني أجنبي ده ياخدنا لإيه زي ما قلنا شكرنا كده أخونا عمر جابر وشكرنا المسلوسي لازم نقوله لأنه في اللحظات دي وفي الأوقات دي هناك رقم قياسي بدأ يكتبه أو رقم تاريخي يكتبه محمد آسف محمود عبد الرازق شيكة بالا شيكة من حبيب الجماهير نجمهم أسطرتهم اللاعب اللي عنده 37 سنة وبيحاول وبيكتهد أقصى اقتهاد هو طبعه محمد عبد الشافي عشان نادي الزمالك ويفرحه ويرفعه اسمه طب إيه هو الرقم قياسي نرضى الدكتور طريل إدوار وهو بيعلق على المباراة المعلومة مهمة طبعه رجل الخبير كمان في الأرقام قال له أنه يتبقى لي شيكة بالا تسع مباريات تسع مباريات ويكون هو أكتر لاعب في تاريخ نادي الزمالك مشاركة بتشرد نادي الزمالك في إيه في الدور تسع مباريات إذا استطاع كاموكي بوكتر كان على فكرة الشيكة لو ما كانتش يسافر ولا راح لإسماعيلي ولا كانت الإصابات اللي حصلت ولا كان أيام ما كان بيغضب وكان بيحصل الغرب اللي كان بيحصل دي وحاجات دي كان عد الرقم ده بكتير عد الميتين اللي هو الكابتن عبد واحد ستة وخمسين تقريبا وهو تحت منه التسع مباريات كان عد منه قدق بكتير بأمانة لكن الحقيقة لازم كل ما يجي رقم تاريخي يحصل ويقرب يعمله شيكبالة لازم أقف كده وأقول شكرا يا آدم فقد حولت أبيك من الألف إلى الياء من النقيد للنقيد من راجل ملتزم عاوز يعمل حاجة ودماغه كلها في الملعب بيبدي تاريخ صحيح كان يضر يبديه أقوى من كده مئة مرة لو كان آدم جي بدري شوية لكن الحمد لله ربنا يحفظه له ويسعده بي يا ربي دايما كده إن شاء الله زي ما بقول بداية نقدر توقف عليها والحقيقة إن الرهان اللي عمله الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في اختيار معتمة جمال الأمور تهدى ونمشي واحدة واحدة لديعلي الاستعجال وكل الأجواء الغوغائية بتاعة الجمهور وخصوص الجمهور المدرج اللي بيدور على مدير فني وبيهاجمه أحمد سليمان ومصورهم يخرج يهاجم أحمد سليمان وينتقد أحمد سليمان والحاجات دي كلها وينتقد ويكاد يكون بيهدد كمان حسين لبيب بإنه لو ما يش عارف إيه الحاجات دي كانوا يخبط على الأرض ويطير في السماء والحاجات دي مفيش منع لكن الحقيقة إن هم كذبوا الرهان ولسه هيكسبوه هيكسبوه الرهان وإنه معتمد جمال والمجموعة دي تشتغل بقلب الراجل هادي قوي أنا من أحلم أول الكابتن ما عطيت طلعه هو هادي حتى هو في اللعب كاليبره كان هادي قوي ويعني البعض اعتبره بالبرود لكن هو هادي جدا وطبعه هادئة ومحترم جدا لكن الراهان اللي عمله حسين لبيب واللي عمله أحمد سليمان نجح ولا بقولكو إنه سينج حكتر من كده طيب قصة المدير فني الأجنبي مفيش مدير فني أجنبي حاليا طب هل هيجي مدير فني أجنبي طب أنا هقولك حاجة وندورها مع بعض ونتكلم فيها بكرة كمان أنا هسألك سؤال مدير فني أجنبي ولا صفقات جديدة لو قصدك تختار حاجة من اتنين صفقات جديدة يعني أرفع القيد واجيب صفقات ولا أرفع القيد واجيب مدير فني أنت عايزيه فكر فيها كده ونتكلم لكن الحقيقة إنه كل الضغوط اللي بتدوري الآن حوالين الكابتن أحمد سليمان وضغوط من سوشيال ميديا وضغوط على الكابتن حسين لبيب للضغط على أحمد سليمان للرضوخ لأمور معينة أحمد سليمان حتى هذه اللحظة متماسك على قراره ومجلس الإدارة تم من معادة واحد واقف وراه وبيدعمه تمام وبقول واحد ومرة أخرى أنا الغادة دلوقتي بأمانة شديدة مش عايز أجيب أقول اسمه مش عشان حاجة عشان أنا خايف ما أقول اسمه الدولة والحكومة تركز معاه ليه لأن اللي بيشتغل بالجمهور اللي بيشتغل بالجمهور ويشغل الجمهور يعني اللي يشغل الجمهور وبيشتغل بيهم وفي الكورة بالذات العب تيجي علي ويبدأوا بقى هو بيشتغل ايه هو بيعمل ايه هو ايه شغله ده طب هو ليه بيفكر في كده طب هو عاوز ايه تمام مش عاوز أقول ده في هذه الاسم حاليا للأمانة عشان يمكن يتراجع ويخف وانه ما يستعجلش انا بقولك ما تستعجلش والله الموضوع مش بحتاج ده تستعجل لسه في الفيديو اللي قبل ده قلت المجلس ده يا فندم بقالوا شهر وخمس ايام بستعجل ايه ويتشغل مصورين يطلعوا يهجموا الناس وينتقدوا زملائك في المجلس وزملائك ساكتين ويقولوا طفل صغير شاب نزق متسرع وبيعدوها لكن انا مش هعديها وفكرة انه انا اخاف من حاجة الحمد لله انا مش خاف من حاجة طبام فانا بس يعني مش بحذرك انت اعمل اللي انت عايزه يعني لكن في الاخر في لحظة انت بتورط نفسك وتغرق نفسك في اتجاه بدر قوي مستعجل عليه قوي صدقني جمهورك مش جمهورة زمانك مش هيعرف يحبيك لانه بحدش بيقدر يوقف قصاد القطر شوفكم على خير في اللي جاي ودايما على خير وربنا يوفق الزمانك دايما وان شاء الله يقوم الحد فوس تاني وثالث وبعده وبعده بيتامن منشاط اللي بقين او الساعة منشاط اللي بقين ازاي كيفوس فيهم كلهم ويرسخ اركانه الكابتن معتمد جمال شوفوا يا خير في اللي جاي سلام عليكم شكرا شكرا